خلينا نتكلم بالعلم تاني وحضرتك واحد من الناس اللي على مدار السنتين اللي فاتوا كنت خائط صد يعني حضرتك وأساذة كتير أنا من هنا عايزة أشكرهم جدا أنه كان فيه دا كترة زي دكتور محمود كده وأنا فاكرا أنه عملنا لقاءات مع بعض كتير قاعدوا يقولوا لنا كتير ما تسمعوش كلام دا الجالين ما تسمعوش اللي يقول لك خد البروتوكول الفلاني وخد رصة الأدوية والأدوية مش لكل الناس صحك كلام دا عايزة أسأل حضرتك النهاردة حضرتك قلت ما تتعملوش برضو بتهاول رائد إيه الصح؟ البروتوكول الصح النهاردة طبعا أنا مش المتخصص اللي يعالج لكن أنا مش أستاذ أمراض صدرية أنا بتاع أكاداميك ريسرش على الفيروسات من الناحية المناعية ونحية الجزائية لكن ما أنا أسألك فاكي دا رائد يعني أنا محتاج أقوي مناعتي عشان أبقى جاهز للكورونا نتكلم نتكلم فدا الأول هتكلم بيولوجيا جزائية دورها إيه دلوقتي نحن دون ملبيع تقويت مناعك لا 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 أولا الذي يعرف المريض الأكثر حساسية للإصابة والأكثر عرضة للأعراض الممرضة تحليل جزائية لأن وراثيا أنا وحضرتك وسيد إبراهيم وعباس وتوفيق بزي بعد وبالتالي لازم يبقى عندنا طرق تشخيصية جزائية شديدة تتخصص تعرف مين الفئة الأكثر عرضة ودول اللي يتم التعامل معاهم بشكل إيه ساعتها هنوفر أدوية وهنوفر لقاحات دي نمرة واحد نمرة اتنين حكاية نقوي جهازنا المناعي دي مرفوضة لأن الناس بتموت بالكورونا نتيجة عواصف مناعية نتيجة أن جهازهم المناعي الشديد التعامل مع الفيروس أكثر من اللازم مش العكس مش العكس فالناس لما بتعالج البروتوكول العلاجي المعمول به فيه حاجات تخفض من قوة الجهاز المناعي أو من التفاعلات الشديدة أو العواصف المناعية حتى لا يت... يعني الجهازنا المناعي ما يتعاملش مع الفيروس بصورة أكثر همية من اللازم وبالتالي لما أنا أقول أنا عايزة أقوي جهازي المناعية أنا بعمل عكس اللي أنا إيه؟ عكس المفرود طبعا فأنا عايزة أقول لحضراتكم وبعدين أنا بقول للناس دلوقتي ذاكرتنا المناعية وربنا خالق فينا حاجة اسمها الذاكرة المناعية أو الماموري ريسبونس الذاكرة المناعية دي بتتفرج على الفيروس بتحوراته من سنة 2019 فحنا اللي شفناه النهاردة وجهازنا المناع يتفرج عليه غير يوم زيرو أول ما الفيروس فإيه؟ إحنا يجب أن إحنا وإحنا بنتعامل مع الموضوع ده ما فيش فرصة أبدا أن الناس تاخد حاجات بشكل عشوائي وبشكل غير مقنن حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبا دي أعتقد أنه الناس كتير بتسمع النهاردة وهي عارفة أنه كان مرة خدت الفور بتاع تقوية المناعة وكان مرة قالولنا كده قوي مناعتك بس إحنا كمان في شوية حاجات العلاجات المنزلية دي إحنا بنرتاح إننا نبقى عملنا اللي علينا يريد من المنبر بتاع حضرتك نبطل الكيس الصغير اللي سميينه مجموعة الإنفلونزا اللي فيه حباية زرقة أو حباية خضرة أو حباية حمرة أو حباية نص نص دو اللي بيتاخدوا كلهم مع بعض والناس بتعرق وبتفوق يريد نبطل الطريقة دي ويريد السيدالي يبقى سيدالي ده في ناس عايشة بدا وشايفين أنه دلق صح وحقنة الإنفلونزا والحاجات يريد السيدالي يبقى سيدالي والطبيب يبقى طبيب الصحة صحة المواطن المصري